دكتور عبداللطيف بن راشد الزياني شجاعة اتخذتها مملكة البحرين بما يتماشى مع رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار حيث تظلع المملكة بدورها الرائد لتحقيق السلام في المنطقة والعالم وعضاف الوزير أن مملكة البحرين ومع هذه الزيارة التاريخية الأولى لدولة إسرائيل تؤكد على سياستها القائمة على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط وتابع قائلاً إن هذه الزيارة بداية استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل بما يحقق المصالح المشتركة بينهما إذ ستسهم هذه الزيارة في إطلاق العديد من مبادرات التعاون في مختلف المجالات وهي منطلق لزيارات أخرى مرتقبة مستقبلاً وأضح وزير الخارجية لقد شهدت منطقة الشرق الأوسط على مر العقود السابقة شهدت نزاعات وحالة من عدم الاستقرار وقد حان الوقت لأن تنتهج سياسات أخرى للتوصل إلى حل شامل يحقق الازدهار والنماء للجميع وتأتي هذه الزيارة في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل والمبرم في واشنطن في الخامس عشر من سبتمبر عام 2020